الكارت الاولى كارت مذهلة عزيزي انت انت انساء ما دننسوش انها قراءات للذكور والاناث لذلك لا تبال عندما اقول انت جميلة او انت عزيزي عزيزي حبيبي حبيبتي هي قراءات للرجال والنساء للذكور والاناث انت عزيزي برج انت شخص محبوب شخص ودود شخص ذكي ومتواضع مثقف حكيم لكن متواضع متواضع جدا لديك ذكاء عاطفي يعني وعيك عالي انت انسان واعي هذا الذكاء العاطفي يجعلك ترقى وتسمو كل يوم ترقى وتسمو كل يوم الله انا اقول ترقى وتسمو هذه الكارت الروحانية تسمو وترقى كل يوم كل يوم انت في نرج مستمر انت عزيزي او انت عزيزتي شجرة مثمرة ثمارها ذهبية ثمارها طيبة انت شجرة دائمة خضرة جميلة روح جميلة نقاء صفاء طاهرة انت خلق جميل فكيف لن يحبك هذا الحبيب كيف لن يحبك من حولك لذلك الكثير من الشكر الكثير من الثناء انت اراك تعتمد على الله يعني سبحان الله القراءة دي الحمل كانت يعني فيها طاقات روحانية روحية عالية بالزاب وهذا هاتي سبحان الله لان اعتقد اننا كل البشرية عدنا عدنا اولا الى داخلنا وماذا بداخلنا الرحمة الاله يا الله نحن دائما نقول الله في القلوب وعدنا لقلوبنا لارواحنا لجوهرنا الحقيقي عدنا يعني اللجوء لله اعتقد اننا كلنا وعلى الاقل معظم البشرية لجأت الى الله كلنا في هذه الوضعية العالمية التي نعيشها كلنا في بيوتنا اذا انت تعتمد على الله لانه منبع السلام تعتمد على الكون لانه الكون هي الطاقة الربانية من خلق هذا الكون الله وفي اطار اخر اراك شخص ذات معرفة واسعة انت تحترم كل الناس تحترم كل المعتقدات لديك تفكيرك الخاص نعم انت تفكر ان لا شيء عبثي في هذه الحياة انت لا تتأثر فقط بما حولك بل تسافر في عمق الروح والتفكير تحاول ان تفهم ما يحدث في هذا العالم لكن بطريقة بفلسفة روحية روحانية عميقة جميلة بزاك لا تصدق لا تصل الى جواب مقنع لانك انت في بحث روحي بحث عميق ليس هناك بالنسبة لك ليس هناك حقيقة مطلقة يعني انت في بحث روحاني عميق راك فيه خلي وننحط هذه الرسائل الملائكية الجميلة السحر السماوي الالهام طبعا هذه كلها رسائل سماوية الالهام السماوي والصداقة لديك رابط أو تواصل أو رابط صداقة مع الكون مع الله يعني هناك سلاسة هناك رابط جميل جدا بينك وبين الخالق بين الرحمن وده بغد انهضر على الحبيب لانها هي قراءة طاقية وكذلك عاطفية لكن اتركني لاني انا ابحث في اعماقكم وارى اشياء جميلة اتركني اتكلم ارجوكم وسنتكلم عن الحبيب قلت انك انت تسعى للنمو والنضج الداخلي لديك اراء مختلفة انت تهرب من البرمجة العقلية وهالتنويم المغناطيسي الذي نعيشه جميعا يعني تعرفون واجتماعيا وهذه المؤسسات مهم لا اريد ان ادخل في هذه المواضيع المهم ربما انت اذا كنت رجل فانت ربما لا تحب كرة القدم انه وعيك عالي اذا كنت امرأة لا تحبين التلفزة والمسلسلات والسذاجة بالنسبة للرجال يعني بالنسبة للرجال لمن لا يحب كرة القدم هي بالنسبة لك معارك يعني بحل قدم الرومان يعني المصارعين عند قدم الرومان يعني بحل بحل كرة القدم بالنسبة لك هي نفس الشيء يعني منافسة وعنف وسذاجة بالنسبة لمن لا يحب كرة القدم وبالنسبة للنساء اذا كنت لا تحب المسلسلات والاخبار انت ذاكية انت لا تفعلين ما يفعله الاخريات والذكور لا يتفعلون ما يفعله الاخرون يعني لديكم تفكيركم يعني مفكرون مستقلون لدي وفي نفس الوقت عمق روحي جميل جدا انتم مميزون انت مميز انت ناضج روحيا بالنسبة للحبيب بالنسبة للحبيب انت نور الشمس انت التوازن والمثالية بالنسبة لهذا الحبيب الذي تسأل عنه انت تعيش حياتك بحكمة سماوية بالغة لكن انت الامل بفضل ذلك انت الامل والفرح بالنسبة لهذا الحبيب هو معجب بهذه الطاقة الغاربة الغامضة المقدسة لانك نادر لانك نادر تؤمنين بقوانين مختلفة ليست من هذا العالم الله ما اجملها ما اجملها من كارتات جميلة بسر جميلة هذا الحبيب لا يعرف السيطرة على المشاعر احتاج لي المزيد احتاج لي المزيد لكي ارى ماذا يحدث لهذا الحبيب ولكي ارى طاقة هذا الحبيب هذا الحبيب يشتاق اليك شوف هذا الحبيب الناري قد يكون برجه ناري اسد حمل وقوس هذا الحبيب متمسك بك لدرجة الجنون هذا الحبيب متمسك بك لا يريد ان تفلت من يده ابدا 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 وهو ينتظر ينتظر العودة الله شوفوا العودة هناك عودة سريعة هذا الحبيب ينتظر لكي يعود ينتظر ان يراك من جديد هناك لقاء الله يا له من لقاء جميل يا له من لقاء جميل شوفوا يا له من لقاء جميل هذا الحبيب قد يكون كذلك هوائي برجه ميزان دلو وجوزاء وقد يكون كذلك نعم المهم المهيمنة هي النارية والهوائية هنا ارى لقاء جميل لقاء من جهة ناري نعم ومن جهة اخرى عاطف جدا لقاء جميل تفهمون هذا الحبيب لكن الان طاقت هذا الحبيب حسب ما رأيته في هذه الكرطة الاولى هذه تتكلم عن المستقبل والنهاية هذا الحبيب الان يشعر بالنقص وكذلك يشعر بانك صعبة المنال لانك تعرفين قيمتك وهذا الحبيب حسب الكرطة الاولى هي كرطة المغرم الحبيب العاشق العاشق المجنون وكرت المجنون كذلك ظهرت لي يعني العاشق المجنون هذا ينتظر فرصة ليعودة ويحظنك في احضانه تفهمون واخا ينتظر الفرصة لكي يفعل هذه الاشياء هذا يحبك أنت لأن روحه تائهة مبعثرة بدونك يعني حسب يعني كرطة المجنون يعني طاقته هو أنه تائه ضائع بدونك مغرم أنت بالنسبة لهذا الحبيب جوهرة نادرة أراه طبعا كيف لا وبعد ما قلته في البداية أنك مميزة ومختلفون أنتم مختلفون هذا الحبيب أراه يطاردك شوف هذا الفرص الذي لا يتوقف حتى يحصل على ما يريده وهو أنت لكن أنت ربما تضعين له حدود أو شيء من هذا القبيل أراك أنت يعني إمرأة جدة مسؤولة لكن هذا الحبيب يحبك كما تحبه هذا حب متبادل هذا الحبيب يطاردك وربما أنت تهرب أو أنت تهربين لا أدري ما هي الأسباب ولا أريد أن أركز في الأسباب والمشاكل والعوائق لكن الحب يسيطر على هذا الحبيب بطريقة قوية بزرق وهذه المرحلة جعلته ضعيفا جدا لأنه يريد أن تضحك معه من جديد أن تبتسم له من جديد أن تثق في حبه وأن تهتم به هذا ما يتمنى هذا الحبيب يشعر أنه محاط بالأشواك في المكان الذي يعيش فيه وبجانبك الحياة كالحرير كالقطن رغم العوائق إذا كانت هناك عوائق فأنت أول وآخر حب في حياته لذلك هذا الحبيب أراه لا يستسلم لا يستسلم أبدا لأن الحب أقوى ويتمنى حياة هذه الكارت كذلك تتكلم عن الزواج عن الاجتماع الحبيبين القدر يخبئ لكم تجارب كثيرة هذا الحبيب سيتصرف بنضج ومسؤولية لأنك تحب الوضوح أنت يعني والجدية كما قلت أنت أنت مرأة جدة وهذا الحبيب سيتغير بفضل بفضلك أنت بفضل حكمتك وذكائك وبفضل هذه الطاقة السامية وسيأتي إليك كالمجنون شوفوا قراءة جميلة بزر سوف نقرأ لكم رسالة أخرى السلام لا يهم أين أنت أو أين تكون أو ما تفعله السلام الداخلي ممكن يعني دائما ممكن يعني دائما موجود بداخلك كل ما تحتاج إليه هو الوعي يعني أن ترفع وعيك وأن تفكر أن الحب والسلام سيأتيان الله على رسالة مش حزوين وهذا صحيح سيأتيان طبعا سيأتيان وهذا ما قلنا شوفوا العربة وهي الحركة وهذه كذلك تتكلم عن السرعة عن الفارس الذي لن يتوقف حتى يصل إلى هدفي أخا كانت رسالة جميلة وقراءة جميلة كنت من لكم الخير الصحة والسعادة والكثير من السلام الكثير من السلام كنت بغيكم بزف أحبكم كثيرا شكرا وإلى اللقاء بسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا